استعرض سادة النواب اليوم ردود وزير العمل وتنمية الاجتماعية حول عدد من الأسر المصنفة تحت مظلة المساعدة الاجتماعية وعدد من العطلين عن العمل منذ عام 2011 وحتى الآن جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب برئاسة صاحب المعالية سيد أحمد بن إبراهيم الملة وفي بند المشاريع بقوانين تم مناقشة تقرير لجنة أشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون التصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية لتجنب الازدواج الضريبي وتمت إحالته إلى مجلس الشورى المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي بعض المخاوف التي أبدها السادة النواب حيال مشروع قانون الصرف الصحي فيما يتعلق بفرض الرسم للخدمات المقدمة قرر المجلس بعد نقاشات مطولة إعادة المشروع إلى أدراجه في لجنة المرافق العامة والبيئة لمدة أسبوعين لمزيدا من الدراسة هذا تخوف واضح من أصحاب السعادة على الهساس إحنا سحبنا التقرير لمدة أسبوعين وبنرجع معهم بنطلب مقابلة مع وزير الأشغال لقاء خاص ويكون اللقاء مفتوح لجمع النواب للحضور هذا اللقاء وتكون الأراءة واحدة لدعم هذا المشروع طبعا كان فيه تخوف من ما فيه سقف حق الرسم شلون بيفرض الرسم كان مكتوب في الغانون بعد التعديل أن ما يمس المنازل للمواطنين ولكن ما كان واضح فأصحاب السعادة النواب طلبوا أن توضيح زيادة في هذا الموضوع الحكومة قالت أن المواطن لن يتأثر بالرسوم بتاتا وأنها سوف تفرد على الشأن الاستثماري والاقتصادي فقط مناقشات قانون الصرف الصحي وخصوصا فيما يتعلق بالمادة 17 وهي فرض رسوم على خدمات الصرف الصحي المتعلقة بتوفير هذه الخدمة لخصوصا الأمور الاستثمارية والتجارية طبعا أيضا ناقشنا موضوع المواطن والمواطن في الأمور المنزلية لن يمس حتى لو كان المواطن عنده أكثر من بيت أنا أتكلم أكثر من بيت بيت لزوجات لو عنده تعادل زوجات وهي الأقارب من الدرجة الأولى أما فيما يتعلق في أن يكون للمواطن أمور تجارية واستثمارية أخرى هذه راح تجبى فيها بعض الرسوم الوضع لم يختلف كثيرا حول ما يتعلق بالمناقشة العامة لاستضاح سياسة الحكومة حول نظام المرور في مملكة البحرين والازدحامات المرورية حيث تم تأجيل التوصيات المقدمة إلى الجلسة المقبلة تقدم مجلس النواب قبل تقريبا أسبوعين للمناقشة العامة وطبعا أدرجوها على هذه الجلسة خلال أسبوعين اللطافة ظهر توجيه سريع ونافذ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان وتوجيه لوزارة الأشغال ووزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للمرور بتعجيل من 11 مشروع استراتيجي لحل الاختناقات المرورية في فترة قصيرة جدا لا تتعدى شهرين إلى ثلاثة شهور لحل هذه الاختناقات استماع وجهة نظر الحكومة في حل حلة الاختناقات المرورية عن طريق الاستملاك أو توسعة الشوارع أو عن طريق تطوير وسائل النقل العام أو حتى إعادة دراسة الشوارع الحالية من ناحية السرعات وتوسعتها بعد صدار القانون المرور الجديد جاء توجيه واضح من قبل معالي وزير الداخلية بتنفيذ القانون المرور وتوصيله إلى أكبر شريحة من مستخدمين الطريق فتم النزول بحملات إعلانية والقيام بحملات مرورية لتنفيذ قانون المرور الجديد انعكست في السنة اللي مضت 2016 بتخفيف وانخفاض في عدد حوادث الوفيات إلى تقريبا 47% من كنا تقريبا 76 حادث إلى تقريبا 48 حادث وفا وزاد الانضباط في الشارع بمعدل تقريبا 50% في ختام الجلسة تم عرض منتهى إليه مجلس الشورى حول مشروع قانون فيما يتعلق بالتقنيات الطبية المساعدة للتلقيح الاصطناعي وتمت الموافقة على إحالته إلى اللجان المختصة السادة النواب قدموا الاقتراحات بشأن ظاهلة الازدحامات المرورية فيما ردت الحكومة بأن الجهود مستمرة في حل هذه الظاهرة بحسب الاستراتيجيات الموضوعة سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرية سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرية سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرية